أعزائي طلاب وطالبات الصف السنة عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة هناخد فيها الشغل الناتج عن قوة متغيرة خدنا قبل كده القوة المتغيرة هي القوة التي يتغير مقدارها أو اتجاهها أو يتغير مقدارها واتجاهها معا أثناء تأثيرها في الجسم قوة بيتغير مقدارها أو اتجاهها أو الاسنين معا وخدنا مثال على القوة المتغيرة قلنا قوة الاحتكاك والقوة الثانية درسناه في الصف العاشر قوة الشد على الزنبروك قلنا بنحسب قوة الشد على الزنبروك من العلاقة الرياضية اللي هو من قانون هك الـ F بيساوي الـ K ضرب دلتة X حيث أن الـ K دي تمثل سابت هوق أو سابت القوة أو سابت النابض أو سابت المرونة وحدة قياسها نيوتن على متر دلتة X مقدار الاستطالة أو الانضغاط في الزنبروك ويعبر عنها بوحدة المتر لو رسمنا العلاقة بين القوة والاستطالة كنا بنرسمها علاقة طردية والميل هنا يمثل سابت هوق اللي هو الـ K فلو قلنا الميل في العلاقة دي أقول له الـ K اللي هو سابت هوق أو سابت المرونة أو سابت النابض هناخد بعد كده التمثيل البياني للشغل إزاي أمثل الشغل بيانياً يعني أرسمه على الرسم البياني هناخد إحنا خدناه هنا شغل ناتج عن قوتي شغل ناتج عن قوة منتظمة وشغل ناتج عن قوة متغيرة سواء الشغل ناتج عن قوة منتظمة أو الشغل ناتج عن قوة متغيرة يمثل الشغل بيانياً بالمساحة تحت منحنة القوة والإزاحة دي مش ناقص دي شرطة القوة والإزاحة يبقى يمثل الشغل بيانياً سواء ناتج عن قوة منتظمة أو عن قوة متغيرة بالمساحة تحت منحنة القوة والإزاحة طيب تعالوا نشوف الشغل الناتج عن قوة منتظمة لو خدنا الشكل البياني أنا هنا لو عندي قوة منتظمة مثلا مقدارها عشرة وإيه؟ وإداني جدول القوة منتظمة فيها عشرة والإزاحات صفر واحد نيان ثلاثة أربعة فلو جيت رسمتها بيانيا هتبدأ مثلا عشرة سابتة على طول المسار فيديني خط مستقيم كده فلو قال لي هنا العلاقة بين القوة والإزاحة في قوة منتظمة هتروح رسمناها خط كده لو عملنا نقط كده وشفنا المساحة تحت المنحنة دي المساحة دي بتمثل شكل مستطيل فالشغل الناتج عن قوة منتظمة بيمثل بالمساحة تحت منحنة القوة والإزاحة وهنا بيكون على شكل مستطيل مساحة المستطيل لو حسبناها هي عبارة عن الطول ضرب العرض الطول وليكن F العرض دلتة X يبه هنا هنحسب الشغل W بيساوي ال F اللي هو الطول في العرض اللي هو دلتة X فلو جاءنا على طول شكل بياني كده قوة منتظمة هنضرب القوة في الإزاحة وخلاص ونحسب الشغل بيانيا طيب لو كان الشغل الناتج عن قوة متغيرة إحنا هنا لسه واخدين العلاقة بين القوة والإستطالة إحنا نسميها هنا إزاحة يبه علاقة ترضية كده علاقة ترضية طيب فياني المساحة تحت منحن القول إزاحة المساحة تحت الخط المايل دي اللي باينا دي على شكل ياه على شكل مسلس يبه هنا المساحة هنا على شكل مسلس يبه إزا لو كان الخط أفقه كده ده يبه دي مساحة مستطيل لو كانت علاقة تراضية نعرف على طول ندي مساحة مسلس احنا عارفين مساحة المسلس في الرياضيات عبارة عن نص طول القاعدة في الارتفاع نص القاعدة في الارتفاع يعني هنقول نص ضرب ال F في دلتا X أو نص الدلتا X في ال F عادي ما فيش مشكلة نص القاعدة في الارتفاع بالفرج هنا F في دلتا X في القوى المنتظمة في القوى المتغيرة نص F في دلتا X أو هنا الطول ضرب العرض هنا نص طول القاعدة في الارتفاع دي مسألة تمثيل بياني بيجينا أسئلة موضوعية فيها ومهمة أما الاتنية لو قالنا يمثل الشغل بيانيا أقوله بالمساحة تحت منحنة القوة والإزاحة سواء قوة منتظمة أو قوة متغيرة أهو هنا سؤال في البنك يقولنا الشكل المقابل يمثل منحنة F X اللي هي القوة والإزاحة وهنا جاي اللي قوة متغيرة أعرفها قوة متغيرة علاقة طردية عاوزين الشغل أنا هنا المساحة تحت المنحنة أخذ المساحة اللي تحت من الصالح بالنقط دي الخط النقط ده اللي بيدوه لك بيضحط عليك فأحنا هنا هنأخذ المساحة تحت الخط المتصل ده الخط المتصل مساحة تحته دي مساحة مسلس يبا الشغل بيسويه نص طول القاعدة في الارتفاع نص القاعدة فيين؟ في الارتفاع نص F في دلتا X يبا نص ضرب القوة اللي هي عشرة ضرب الدلتا X هي عبارة عن عبارة عن الإزاحة النهائية دي اللي هي 2 المفترض ناقص صفر أو نقول 2 على طول هي هنا النهائي ناقص الابتداء يبا 2 ناقص صفر هتطلع هنا دي بـ 2 2 في 10 بعشرين في نص هتطلع بعشرة جول مسألة أخرى بيقول إن الشكل المقابل يمثل منحنة القوة والإزاحة المعبر عن حرك السيارة تحت تأثير قوة متغيرة هنا مدينا في أكتر من شغل هنا دي علاقة طردية يبا دي شغل الناتج عن قوة منتظمة ولا متغيرة المساحة هو المساحة تحت المنحنة اللي هي دي المساحة هي دي مساحة مسلس يبا دي شغل الناتج عن قوة متغيرة مساحة المسلس نص طول القاعدة في الارتفاع يعني نص في F في دلتا X القوة هنا خمسمية نص خمسمية ضرب الدلتا X هي عبارة عن عشرين ناقص صفر ونحسبها هتطلع معنا بخمس تلاف جو طيب المرحلة التانية المرحلة التانية هنا بيجت القوة منتظمة قوة منتظمة بدي مساحة مساحة مستطيل مساحة مستطيل مساحة مستطيل مساحة المستطيل اللي هي الطول ضرب العرض يبا دابليو اتنين هتبا F في دلتا X ال F برضو بخمسمية سابتة سابتة طيب ودلتا X دي هنا لها نقطة بداية ونقطة نهاية القوة المنتظمة فهنطرح نقول أربعين ناقص عشرين أربعين ناقص عشرين فهنا هنا دي هنا دي هنا دي هنا دلتا X في حالة المستطيل نحسبها هتطلع معنا بعشر تلاف نجمع هذه الشغليا دابليو وان و دابليو تو هتدينا خمستاشر ألف جول هناخد استنتاج الشغل الناتج عن قوة متغيرة أو يجي قلنا استنتاج الشغل المبزول بواسطة قوة شدة تؤثر على نابط تحسب من العلاقة دابليو سو نص كي دلتا X تربية من الشكل اللي قدام احنا اخدنا العلاقة بين الF و الدلتا X علاقة طردية في حالة الزنبرق أو النابط وقلنا احنا هنا يمثل الشغل بيانيا بالمساحة تحت منحنة القوة والإزاحة واخدنا ان الشغل بيساوي المساحة تحت المنحنة المساحة هنا تساوي مساحة مين؟ المسلس اللي هي نص طول القاعدة في الارتفاع ممكن ما نكتبش الكلام ده بس احنا بنفاهمه لا يعني هنبدأ نكتب الW بيساوي نص الF في دلتا X واخدنا من قانون هوك ان الF بيساوي الK في دلتا X نشيل الF ونعوض عنها بK دلتا X نص ونحط K دلتا X ودلتا X من الأول يبا سيطلع العلاقة نص K دلتا X في دلتا X ستطلع دلتا X تربية ده اللي هو الشغل الناتج عن قوة متغيرة اللي هي في النابط حيث ان الK اللي هو ثابت hook دلتا X اللي هي مقدار الاستطالة او الانضغاط في النابط من القانون اللي فات ممكن يجينا سؤال ما العوامل التي يتوقف عليها الشغل الناتج عن وزن كتلة معلقة في النابط الW بيساوي نص K دلتا X تربية من القانون بيتوقف على مقدار ثابت hook أو ثابت القوة أو ثابت النابط اللي هو كيه نمر اثنين مقدار الاستطالة او الانضغاط من العلاقة دي لو بصينا هللاحظ هنا ان العلاقة بين الW والدلتا X تربية علاقة ترضية فالشغل الناتج عن وزن كتلة معلقة في نابط معين تتناسب ترضيا مع مربع الاستطالة مع مربع الاستطالة فلو جاء قال لماذا يحدث للشغل لو زودت مقدار الاستطالة للمثلين يلا يحصل للشغل يزداد الى اربعة امثال لان فيه علاقة ترضية بين الW والدلتا X تربية طب يلا يحصل لو قلت دلتا X الى النصف هيقل الشغل الناتج عن وزن الكتلة المعلقة في نابط الى الربع لان برضو ان الشغل يتناسب ترضيا مع مربع الاستطالة عندما تكون القوة المؤسرة في الجسم متغيرة فبالتالي الشغل لازم هيكون الناتج هيكون متغير ولو كانت القوة المؤسرة في الجسم قوة منتظمة يبقى الشغل الناتج هيكون شغل ناتج عن قوة منتظمة واخدنا انه بنمثل الشغل الناتج عن قوة متغيرة او قوة منتظمة بالمساحة تحت منحنة القوة والازاحة يبقى ممكن تبقى قوة متغيرة وممكن تكون قوة منتظمة والاجابة واحدة لحل مسائل الشغل الناتج في الزنبرق او النابط احنا قلنا ال-W بيساوي نص القاعدة في الارتفاع عن نص F في دلتا X ممكن هنا القوة دي تكون قوة وزن يعطيك كتلة وعجلة يبقى احنا ممكن نقول نص الكتلة في العجلة في دلتا X وممكن نستخدم القانون اللي استنتجناه نص كدلتا X تربيع المهم قوانين الزنبرق كلها فيها نص اما القوة في الاستطالة او نفك القوة ام جي في الاستطالة او نص كدلتا X تربيع حسب مسألتك ومعطات مسألتك نمشي في الحل هناخد مسألة في الكتاب زنبرق ونعرف مسألتنا دائما نقوم متغيرة بكلمة زنبرق او نابط زنبرق مسابت من احد طرفيه سابت مرونته اللي هي K ما هو مقدار الشغل اللي هو W الذي يجب بزله على الطرف الاخر اللي جعله يستطيع دلتا X وهنا دلتا X لازم نقسم على 100 عشان تبه بالمتر عن طوله الاصل هنستخدم قانونيه انا عند الك وعند الدلتا X وهنا حولنا بالمتر 0.02 لكل تربيع هيطلع معانا الناتج بوحدة الجول رابعا في الكتاب اذا كان مقدار الشغل اللازم لجعل زنبرق يستطيل هنا يستطيل طالما بالصنطي بدي دلتا X بتقولش ده الشغل ده هنا صنطيمتري بدي دلتا X هنقسم على 100 هتطلع 0.08 وهنا عطيك الشغلة بالجول لازم تكون عارف الوحدات 400 جول عاوز ثابت المرونة اللي هي اللي هو الكي طيب برضا انا عاوز الكي ببه هطبك في نفس القانون اللي طبقنا فيه نص كي دلتا X تربيع الشغل بربع مية نص ثابت كي دلتا X 0.08 تربيع بالقال حزبا نطلع الكي يطلع معانا مية خمسة وعشرين الف نيوتن على متر مسألة اخرى مثال محلول في الكتاب في الشكل المقابل علقت كتلة مقدارها 0.15 كيلو جرام الكتلة جاهزة بالطرف الثاني الحر الزومبروك معلق رأسيا كما بالشكل احسب مقدار الشغل اللي هو W لاستطالة الزومبروك مسافة اللي هي قصد دلتا X دلتا X هنا نقسم على مية عشان نحول للمتر وهنا طالما في كتلة اعرف ان عندك عجلة الجاذبية الأرضية مثلا وليكن بعشرة طيب انا عندي قانون مختصر طالما اعطيك الكتلة وعجلة الجاذبية الأرضية والاستطالة هنقول على طول مباشرة ان ال W ممكن تقول نص F في دلتا X او نفق ال F على طول ونقول ال W بيسوي نص M G دلتا X مباشرة انتقضي الدرجة كاملة انا هنا فقيت قوة الوزن قوة الوزن ب M G في دلتا X ونعوض نص ال M بخمستاشر من مية الجيب عشرة الدلتا X احنا قسمنا على مية او او الشكل المقابل احسب مقدار الشغل الناتج عن القوة المتغيرة حسب الرسم البياني انا عندي ممكن احسب اكتر من طريقة ممكن هنا اعتبر ده مسلس فوق ومسلس تحت احنا عارفين مساحة المسلس يعبار عن نص القاعدة في الارتفاع يبقى ال W1 نص ال F في دلتا X ال F هنا ب 3 اهه والدلتا X هو بدأ المسلس من صفر وصل ال 4 يبقى نقول 4 ناقص صفر دي دلتا X ونحسب يطلع معانا الشغل بوحدة الجو W2 ده المسلس الصغير برض نصف F في دلتا X ال F بسالب 3 والدلتا X هنا بدأ من 4 وصل ل 6 يبقى نقول 6 ناقص 4 اللي هي دلتا X ونحسب يطلع معانا الشغل بسالب 3 جول نحسب بعد كده الشغل الكل 6 وهنا ناقص 3 يطلع معانا الشغل الكل بتلاتة جول ممكن واحد يقول نقدر احسب الشغل على 3 مراحل تمام نحسب هنا المسلس الصغير هنقول نص F في دلتا X نص القوة ثابتة بتلاتة في الدلتا X هنا تبقى صفر واثنين يبقى اثنين ناقص صفر يبقى نقول اثنين ناقص صفر ده المسلس الأول ويطلع معك بالموجب المسلس الثاني اللي هو الجزء ده فبرضه نقول نص F في دلتا X نص F تلاتة ونطرح نقول أربعة ناقص اثنين ويطلع معانا الشغل بالموجب الأول بتلاتة والتاني بتلاتة يطلع بستة كأنه ده اللي هو احنا نجمع نفوح على واحدة بعد كده المسلس ده هنحسبه زي ما حسبناه يطلع معاك بسالب تلاتة يبقى عندك موجب تلاتة وموجب تلاتة وسالب تلاتة يطلع الناتج معاك في الآخر موجب تلاتة بكده نكون أخدنا الشغل الناتج عن قوة متغيرة المرة الجاية ان شاء الله هنجمع المسائل اللي ما خدناهاش ومحلناهاش في الفيديوهات باقي مسائل الكتاب في مسائل محلولة وفي بعض مسائل في التقويم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة